تابعاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 طبعاً مسلسلات أوبردوس مسلسلات مسلسلات كتيرة أوي مسلسلات كتيرة ممتعة مسلسلات كتيرة حلوة حضراتكم مجهولين في المسلسلات بس يجي الدوري وكلنا نجري ورا الدوري كلنا نجري ورا مباريات الكورة أه نحب المسلسلات ونفرج ونتحك ونخش دراما وكل حاجة بس نيجي على مشهات الدوري ومتعة من مبارح من مبارح كلنا نتكلم عن مباراتين محترمتين جداً مبارات زمالكو بيرامدز ومبارات الأهلي والاتحاد زمالكو بيرامدز كانت مباراة كبيرة جداً كانت رائعة جداً كانت مميزة جداً فيها إثارة مش طبعية بيرامدز زمالكة تقدم بيرامدز يتقدم بعد كده الزمالكة تقدم مرة أخرى في منتهى الإثارة مبارات الأهلي والاتحاد هي مباراة جمهرية لها وسقلها حتى لو كان الأداء الفني ما كانش أعظم حاجة من الفريقين في هذه المواجهة ولكن لها إثارة خاصة جداً مباراة الأهلي والاتحاد دائماً وكان فيها هدف رائع وممتع جداً لميكيسيوني بس أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة هي إنه السقل الدولي اللي بقى عند إمام عشور بقى لعيب تقيل بقى لعيب كبير ودي مهمة المدير الفني للمنتخب اللي حصل مع المنتخب نحن بقى عندنا لعيب ما كانش لعيب منتخبات ما كانش لعيب بينضم للمنتخب الأولي كان موجود مع المنتخب الأوليبي وحتى لما كان مع المنتخب الأوليبي ما كانش أساسي معظم الفترات بس الآن عندنا لعيب دولي نحات تانية في الأهلي عجبني جداً 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 مستوى كريم فؤاد نحن بنتنشأ على باكرايت بنتنشأ على باكرايت كريم فؤاد للمباراة تانية على التوالي بيقدم أداء جيد جداً مع النادي الأهلي مع استمرارية هيبقى باكرايت كبير للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر فريرا عمل سوك للنادي الزمالك وأنا بحترم أن يبقى عندنا مدربين أجانب أو مدربين حتى مصرين بس لهم سوك لتكتيكي محترم وأداء كبير جدا نقدر نمني عليه ونشتغل عليه وده ميزة كبيرة الزمالك يعود مرة أخرى الزمالك يرجع تاني فريق سقيل وميز خاصة أن الزمالك عنده نجوم ولعبين رائعين جدا ما كانش يصح يصح أبدا الأداء اللي كان بيعملوه الزمالك وقت أو في آخر فترات كارتيرون عندك مجموعة كبيرة رائعة من اللعبين ما ينفعش بأداءك هزيل وتخرج من دورة عفتك بس خلاص كارتيرون مشي فالكلام مش محتاج يتعاد الأهلي زي ما قلت لكم مبارح المستوى ممكن يبقى عليه بعض علامات الاستفهام بس قوة النادي الأهلي أنه مع أي ظروف مع أي مشاكل فنية بتكلم مشاكل فنية في الملعب يستطيع موسيمانيا وتستطيع تشكية النادي الأهلي الحالية تحقق الفوز حتى لو المستوى بعيد أو مش هو المستوى المقمول ده بيحصل في الدوري وبيحصل في دوري أبطال أفرق النهاردة ضيفي للحديث عن المباراتين والحديث كمان عن المبارات الأمس الرائعة بين ريال مدريد وتشيلسي هيكون معايا بعد الفاصل الصديق العزيز للتحليل كل هذه المباريات إسلام سامي خليكم معنا يعني بحراتكم مرة أخرى محللنا الفني الرائع كالعادة إسلام سامي للكلام أو الحديث عن مواجهتين مواجهة قوية جدا بين الزمالك والبرامتز وأخرى أيضا بين الأهلي والاتحاد إسلام مشرف والنور كالعادة دايما مبسوط وانت معايا ربنا خليك زكا كيمو أخبرك إيه؟ أنا المبسوط أن أنا معاك على طول الله قبل بقى الأهلي والزمالك والاتحاد وبرامتز وكلام المحلي العظيم جدا نشوفنا مبارح كان فيه مواجهة كبيرة جدا بين ريال مدريد وتشيلسي كريم بنزيمة ينفجر ينفجر على طول رائع هاتريك رائع جدا نتائج مفاجأة بعد لقب دور الأبطال نتائج مفاجأة كبيرة لشيلسي وكريم بنزيمة متواهج بص أنا هاخد من كلامك الأول ونتكلم عن ريال مدريد سريعا وبعدين نروح لبنزيمة ريال مدريد عنده حاجة غريبة في الـ D&A بتاع الفريق لما بيروح دوري أبطال أوروبا فريق بيتحول تماما حتى ريال مدريد هو ماشي كويس جدا في الدوري الساندي على غير ما كانت الناس الأول متوقعة بيقع أعقاف ماتش برشلونة عنده مشاكل بتحصل في الدوري ولكن بيجي عن دوري الأبطال فرقة تانية خالص فريق كبير فريق عنده شخصية فريق كريم بيمتلك واحد من أهم اللعيبة في العالم الساندي كريم بنزيمة هو طبعا أهم لعبة ريال مدريد على مدار السنين حتى من قبل ما كريستانيو يمشي لكن ما كانش ظاهر زي ما هو ظاهر دلوقت كريم بنزيمة هو اللي بياخد ريال مدريد زي ما بيقوله كده على كتفه ويمشي مع احترامنا الفينيس الجونيور مع لوكا مودريدش مع كورتواء ولكن بنزيمة خلي بالك ده تاني هاتريك على التوالي في دوري الأبطال هاتريك في الرومونتاد قدام بي أش جي وهاتريك النهار ده في ستانفورد بريدش بره للملعب فالراجل جاءت ست جوان في ماتشين وست جوان بينقلوا الفريق بقى إيه انت النهار ده من دور 16 للتمانية من دور التمانية بتقرب وبتحط رجلك في سيمي فاينل دوري أبطال أوروبا بالتالي اللي هو بيعمله والزكاء انه هو مش مجرد المهاجم اللي بتحرك جوه الصندوق لانه مهاجم بنزل تحت وبالفريق بيطلع علي في التحولات الهجومية بروح على الأجناب بروح يمين بروح الشمال بقولك دايما لو روحت شفت الهيت ماب والخريطة الحرائلة الكريم بنزيمة هاتليه بيتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك كل حتة فعلا يعني لعب مثالي وكمان الفينش يا كريم فكرة جودة انهاء الهجمة كرة الجولة الاول انهو بدأ الهجمة وراح وتوجيهة الرأس دي بتاع الكريم بنزيمة حاجة غير عادية كرة تجي لكيها تحيس انهو نزل براسه لتحته ومرجح راسه فالكرة تروح في الزاوية دي فالحقيقة كريم بنزيمة موسم استثنائي وهو النجم الاول في ريال مدريد طول الموسم بصراحة حتى غيابه في ماتش برشلونة كان مؤثر جدا 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 للفريق على كل الأسعاد شلسي بص شلسي حاجة غريبة يعني خلانا نقول ان شلسي اصلا بيمر بظروف غريبة موضوع بيئ النادي وموضوع ابراهاموبيتش وموضوع اللعيبة كتير بتتصاب عند طخل ولكن هو محتفظ بالمركز التالت بنسبة كبيرة في الدوري فكان امله الاخير هو الشامبينز ليج اللي بيحصل مع شلسي ده غريب جدا الفريق مهزوز الفريق عنده مشاكل الفريق حط بوجت كبيرة جدا في لوكاكو ولوكاكو في نص الموسم تصرحات غريبة فبالتالي ما بقاش عنده الفرايتي اللي كان موجود لوكاكو ده كان الصفقة اللي بيتقول هتكمل بيها سكواد شلسي فبالتالي ما بقاش متواجد ولكن الفريق عنده مشاكل دفعات كتيرة جدا الفريق عنده مشاكل ما تبقاش فيهم وإيه اللي بيحصل روديجر غريب قوي بقاله فترة مستوى متراجعة جدا حتى مندي من ساعة ما راجع من كاس الامر برضو عنده مشاكل كبيرة جدا حقيقة يعني كل شعب المصر اه يعني وبعد يعني كل اللي اتفرج على المطش مبارح افتكر الكرة بتاعت مندي دي وقال لك وانت ما عملتش كده ليه في مطشاتنا ولكن مندي نفسه مهزوز الديفنس كله مهزوز فيه شوية مشاكل في الفريق ككل مشاهدي منظومة طخي اللي كانت معمولة السنة اللي فاتت ولكن اعتقد يعني بنسبة كبيرة هو خلاص يعتبر بره دوري لأبطال شلسي محتاج عادة حاجات كتير يعني طيب جزال فريرا مع نادي الزمالك بدأ يحط إيده النهاردة فوق أو مبارح كان فوز كبير معناوي رائع وفنيا طبعا أداء الزمالك كان فيه كثير من المميزات وأكيد كثير من الرعيوب لسه قائمة في تشكيلة نادي الزمالك وطريقة نادي الزمالك اللي أكيد هيعليجها فريرا في الفترة اللي جاية شفت الزمالك إزاي قدام بيراميز وشفت كمان بيراميز ليه فرط في فوز كان ممكن يحقق على نادي الزمالك مستحقق من كلامك قصة فريرا فريرا النهاردة ده رابع ماتش ليه مع الزمالك ثلاث ماتشاط في بطولة أفريقيا خسر واحد وتعادل اتنين النهاردة أول مكسب ليه في الدوري قدام خصم مباشر حاليا في المنافع على المركز الثاني عشان اللي يكسب يحاول يلحق النادي الآي فبالتالي مكسب معناوي كبير جدا يعني زي ما بيقولك درب عصفور بحجر ده درب كمية عصفير كبيرة جدا الزمالك النهاردة كمان غيابات مؤسرة غيابات كبيرة في القايمة أما المدرب بينتصر للفريق ولما يكون فيه منظومة لعب وأي حد بيلعب بيشتغل ده الكلام المهم جدا إن الزمالك النهاردة فريرا بيوصل مسج لكل إن اللي حيلتزم حيركز حيلعب عندي إصابات ما عنديش إصابات أنا شغال فهو دي أهم نقطة الأول اللي الزمالك اكتسبها النهاردة طيب قبل ما نروح للحالات الزمالك بدأ 4-3-3 بطريقة فريرا اللي احنا كلنا عارفينها 4-3-3 ديه كريم تيها نقطة مهمة جدا بالنسبة للزمالك هو النهاردة كان نحضر الطريق حامد هنا على يمينو أم حمد أشف روح على شماله إمام عشور إمام عشور بدأ هنا لمدة 22-23 دقيقة وأوتوماتيك فريرا المبدل الأدوار جايب إمام هنا وجايب روحة هنا 4-3-3 التقليدية لجزوال البريج بالزبط ولكن أول ما الزمالك بيمتلك الكرة بتلاقي الراجل ده إمام عشور جيه هنا يوسف أوباما اللي عمره مكان لعيب طرف دخل في قلب الملعب بين شارئي كده فالزمالك بقى أقرب لـ 4-2-3-1 إمام عشور بقى هو اللعيب رقم 8 اللي بتحول للجناح بتاعه والحقيقة إمام عشور لعيب حاليا ما شاء الله بيتطور جدا يلعب بك راية يلعب 8 يلعب جناح معندوش مشكلة سكر دولي كبير كمان طبعا خبرات كبيرة جدا فبالتالي إمام عشور بقى هو اللي بيه هنا في شكل الزمالك بقى أقرب لـ 4-2-3-1 وهو بيهاجم أول مكورة تقطع الزمالك بيرجع عادي جدا للـ 4-3-3 بتاعته ولكن الزمالك اللي عنده مشكلة كبيرة جدا في الماتش ده فريرة عالجها الشوت الثاني لكن بعد فترة كبيرة يا كريم وهي حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي واحد من اللعيبة اللي حاليا بيمره بموسم هو محافظ على مستوى الأوليل صح يعني للأسف يعني حمزة المسلوسي كنت لسه بقول في المقدمة النهاردة أو قلت إنه من اللعيبة اللي السنة اللي فاتت ختمت بشكل رائع جدا ده لعب 8-9 مباريات وراء بعض بشكل ممتاز وكانت في لعب دولي تونسي مظبوط بس الموسم ده هم حافظ على مستوى أوليل مظبوط هو ده الوصف الصح سنة اللي فاتت الزمالك لما حسم الدوري آخر 7 ماتشاط كان حمزة المسلوسي واحد من نجوم الزمالك صح حالان هو واحد من صغرات نادي الزمالك حمزة المسلوسي هنا بيرامتز كابتن إهاب جلال بدأ بأربعة 3-3 وغير حاجة إن عبدالله السعيد وإبراهيم عادل بيتنوب على المكان ده والمكان ده بسبب إصابة رمضان صبحي وهنا بيلعب فاجري لكاي وأوتوماتيك توريه ودونجا ووليد الكارتي بيرامتز كان عنده ميزة كبيرة جدا إن أولا اللي بيلعب هنا إبراهيم عادل بيخش القلب الملعب كده يا كريم فبياخد معها حمزة المسلوسي أوتوماتيك فبتلاقي مساحة كبيرة جدا فاضية هنا بيتحرك فيها على طول محمد حمدي يجي في المساحة الجبارة اللي كانت موجودة هنا لدرجة إن 8 أو 9 فرص بمعنى الكلمة اتصنع عشرات الأول للزمالك من المساحة دي لإن أوباما مش لعيد طرف فأوباما لما بيرجع يدفع كأنه خامس لو تفتكر أدوار اللي كان بيديها كيروش اللي عيبت منتخم مصر وبيديها ساعات مسيمانية لما بيرجع يدفع بخمسة أوباما عمره ما هيعرف يدفع هنا ومش تقليلا من أوباما لكن هي قدراته كده بس حاول أنا شفت في البوزيشن ده كتير إمام عشور ومن المفترض إن إمام عشور كان هو كمان هو حاول كتير مع أوباما وبعدين بقى يخلي أوباما هو ليرجع يدفع هنا فإمام عشور هو ليرجع يتمركز هنا ولكن لعيبة فرامدس ما كانتش بتجمع بس الكرة هنا عشان تلعبها فرامدس كان بيلا عب لقى مباشر كرة جاتلي حلق عب في ظهر حمزة المسلوسي على طول اللي حصل الشوت التاني إن الزمالك بدأ يتدارك ده يحسب للزمالك ولا يحسب لفرامدس النقطة المهمة بتاعت الشخصية إن أنا النهاردة فيرامدس بالسكواد ده موجود مدير فني كوف إزا كابت النهاب جلال قدام النادي الأهلي استقبل ثلاث تجوان وخسر في منافس مباشر النهاردة مع الزمالك اتأخر اتعادل اتقدم فالزمالك النهاردة هو اللي بيدافع وفرامدس متفوق فجأة نتيجة تقلب لاثنين اتنين تلاتة اتنين ماتش صعب جدا إن فرامدس فريق بالإمكانيات دي حتى هو على سبيل الكونفادرالي ما يروح يلقى بمازين بيمان فعش بقى أنا متقدم في النتيجة ويرجع يخش فيه الجون ولا اتنين لكن هو ماتش كلاش كبير بين فرقيتين كبار فبالتالي فرامدس عنده مشكلة في القصة دي كابتن إيهاب جلال في الأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعته دي كان بيحاول يستغلى على طول حمزة المسلوس اللي حصل الشوت التاني في دي 64 إصابة حمزة المسلوسي اللي عمله فريرة إنه هو نزل محمد عبدالغاني والأول محمد عبدالغاني نزل لقى كباكرايت وبعدها بشوية منزل مرجع إمام عشور بقى يلعب هو الباكرايت وتحول شكل الزمالك لخمسة أربعة واحد فالزمالك بقى بيدافع بخمسة أربعة واحد وده الشكل اللي خلى الزمالك قفل أطراف الملعب كلها صحيح إمام عشور عبدالغاني محمود علاء الوينش محمد عبدالشافي بعدها بإصاب باللحظات نزل حازم إمام لعب باكليفت خلي بالك حازم إمام نزل لعب باكليفت وبعدها انتقل الناحية التانية رجع وده الشكل اللي انت بتقول عليه بالزبط بالزبط إحنا لو قفنا الهجمة هنا هتلاقي إن الزمالك هنا بص بالزبط كده بص الزمالك بيدافع إزاي بص أشرف بن شارق بيدغط في ظهره عبدالشافي وقادي اللعيبة الخمس مدافعين وده الشكل الوحيد اللي خلى الزمالك النهاردة يتفوق على فيرامتز الشوت الثاني ويقفل الجبهة الشمالي اللي كان فيها مشكلة كبيرة جدا من لعب التيرامتز واخد بالك النهاردة الكرة عادت من الباكريت في ظهره على طول في سنتر باك محمد عبدالغاني مغطي فتلأول الكرة بتتلاعب في ظهر إمام عشور أو في ظهر حمزة المسلوسي بتعدي باك ده شكل جديد على فريرة شكل جديد على الزمالك بس النهاردة الراجل اللي جاء له لأنه كان عنده مشكلة نحية اللي مين وبعدين نزل عبدالله جمعة كباكليفت إسلام جابر راح ونص الملعب وراء حزم بقى باكريت فالزمالك بقى يلعب خمسة أربعة واحد أحترم جدا المدرب اللي يبقى فايق وصاحي ويقرأ مشاكله ويعرف يحلها أي فرقة في الكون ممكن تبدأ المباراة ببعض الصغرات ما أنت المدرب اللي قدامك بيبقى بيذكرك واعرف صغراتك المهم إن انت تقدر تعالج الصغرات دي أثناء المباراة ودي واحدة من قوة أو قدرات جزوال دو فريرة طبعا الكوتشنج بتاعه الراجل مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا النهاردة بيقدر كمان أنا فجئت إنه نزل حزم لعب باكليفت وبعدين التغييرات في الملعب ديه كريم معنا كده أنا ما عنديش مشكلة هلعب واحد في أي مركز جديد بس هو بيلعب وهو حافظ وهو بيلعب وهو عارف هيعمل إيه وبيتحرك فين لكن زي ما أنت بتقول فريرة تدارك الموقف أنا شايفه تداركه كمان متأخر إن الزمالك كان ممكن يستقبل أكتر ولكن الشكل ده من بعد ما غير لخمس مدافعين وراء شكل الزمالك اختلف تماما وبقى قادر يعني يقف قدام الجبهة الكبيرة جدا لكن عملها بيرامدز من ناحية الشمال طيب أنا بقى مستغرم من بيرامدز بيرامدز قدام الأهلي قدام الزمالك داخل في ستة أهدف يعني هنا تلاتة وهنا تلاتة بغض النظر أن نسجل النهاردة في الزمالك وأنا بتكلم على فريق من المفترض أنه وقايا يعني بينافس على الدور حقيقة أنت بتخسر من المنافسين الرئيسيين لك الأهلي والزمالك من نتائج كبيرة إيه المشاكل عند بيرامدز دفاعية تخليه خش في الأهدف الكتير وخد بالك النهاردة هو سجل في الزمالك هدفين ولو تتذكر مباراة النادي الأهلي هو أضع برضه فرص عديدة جدا وكان ممكن يسجل في الأهلي هو بيوصل كويس بس واضح أنه عنده ثغارات دفاعية واضحة جدا طبعا الفريق إذا عنده مشكلة دفاعية واضحة أولا قناة قول النزامة كلامنا عن حمزة المسلوسي حصل نفس الكلام ده بالزبط عند جابهة أحمد فتحي أحمد فتحي النهاردة الكورة اللي أشرب بن شارقي راح سجل منها دي الكورة الأولينية وبعدين كورة تانية أحمد فتحي بيطلع يتقدم بيروح يلعب النهاردة كباك رايت وبيكمل بس رجوع أحمد فتحي بدانيا قليل جدا فكان أوتوماتيك أشرب بن شارقي بيروح يتحرك كده عمر السعيد بيروح يميل في ظهر أحمد فتحي عشان يستدم الكورة ويلعبوا الاثنين مع بعض الكورة دي اتكررت الشوت الأول ثلاث مرات ومرة الشوت التاني فمشكلة في التحولات طيب كل ما لعيبة بيرامدز بتتفتح المساحات أكتر كل ما بيكون عند الاثنين سنتر باكس اللي هم علي جبر وإحمد سامي مشاكل أكتر أولا الاثنين لعيبة كويسين جدا في العالي كويسين جدا لما المساحات تبقى قريبة من بعض لكن هتدينه مساحات قدام لعيب زي أشرب بن شارقي أشرب بن شارقي هيعدي خاصة أنه بالشارقي استقاد جوزي واحد دي واحد هيعدي هيعدي عدى في كورة شالها الشتيف إكرام الشوت الأول هيعدي ولكن في رامدز بالكواليتي اللي عنده ده إن هو يستقبل 6 جوان في الماتش عنده مشكلة وعنده مشكلة كمان في نص الملعب منظومة الضغط بتاعة في رامدز فيها مشكلة فكرة بناء الهجمة من تحت أنا وجدتنا رغم إنه في ماتش الزمالك في رامدز ما كانش عنده مشكلة الزمالك كان بيدغط لكن الضغط بتاعه ما قدرش يستحوز أو ياخد الكورة زي ما الأهل يعمل في الماتش بتاعه ولكن فكرة طول الوقت إن أنا ببدأ الهجمة من تحت ديه كريم فكرة مميزة جدا لكن فيه وقت من الوقت ما ينفعش أبدأ أعمل كده صحيح ما ينفعش النهاردة يبقى طول الوقت لازم أبدأ الهجمة من عند الشريف إكرامي وهتروح الاتنين سنتر باكس وأبدأ أشتغل بالتدرج بالكورة الطبيعي لأن كواليتي المنافس بتاعتك مختلف تماما والنهاردة في العبيد بيرامدز ضيعت فرص كتير الشوت الأول وفي نفس الوقت أنت بتعاني مش هتقدر يطلع بكورة قدام الزمالك قدام الأهلي بالسهولة اللي بتطلع بها في مطشاط الدوري أو في مطشاط الكونفترالي المراحل الأولينية فعشان كده بيرامدز عنده مشكلة ولكن يبقى بيرامدز أنا وجهة نظري عنده مشكلة بتاعت إمتى هتصدق أنه تقدر تنفس إمتى نفسيا هتبقى عارف أن أنا و أنا بلاعب الأهلي بالسكواد ده و أنا بلاعب الزمالك بالسكواد ده أنا أقدر أكسب أنا بقولك النهاردة بيرامدز بعد ما تأخر قدام الأهلي ضيع كورتين ثلاثة الأهلي عقبه جابت تاني وجابت تالي النهاردة بعد ما تقدم على الزمالك الزمالك عقبه سجل التعادل وجون المكسب بالظبط والفرقة الكبيرة دي لما بتتقدم صعب بقى ترجع في النتيجة خلاص من المفترض طب التاني لا وإنت من المفترض لو إنت بقيت مصنف واحد من الفرقة كبير دي مباراة للأهلي والاتحاد هنرجع هنجيلها دلوقتي إنه كده واحد من المفترض إنك من الفرقة الكبيرة دلوقتي اللي بتنافذ انت برضو تبقى كده إنك لما تسجل وتتقدم مش المفترض ترجع مش بالسهل إن الفريق يرجع يسجل فيه الجون والتاني صحيح طيب نروح لهذه المواجهة بما إنها جت هدف الأول هدف ميكيسوني ده كان هدف حلو أوش جدا أنا قلت النهاردة هدف ماركت محمد صلاح وده من دون هدف ماركت ميسي كريستيانو هدف مرضوين اللواتي ينفع محمد صلاحي بقى برند يعني اه طبعا ما هي ماركت محمد صلاح هدف ماركت محمد صلاح يعني بالزبط هي ميكيسوني خباية جايب جولين مع الأهل الجولين حلوين جدا حلوين قاوي يعني الجون اللي فات برضو أعتقد في ماتش المقصة التحرك باللوب والجول النهاردة جول مبارح ده جول حلو جدا غريب بقى ميكيسوني في حاجة قبل ما نخش في تفاصيل فنية في المباراة إنه يسجل أهداف حلوة إنه يديك لقطات حلوة بس لو أنت جيت قايمته على المباراة بشكل عام في أي مباراة بيلعبها ما تقدرش تديره تقييم كبير فعلا صح ليه بص أنا لسه مش قادر أكون قناعة كاملة عن لويس ميكيسوني أولا هو ما بيشتركش كتير ثانيا هو بياخد ماتشاط دايما مش فوسط القوامل الأساسي للنادي الأهل أيوة يعني النهاردة الأهل عمل روتيشن في 4-5 لعيبة عواميد في الفريق صح السلية النهاردة معالي معلول محمد شريف أفشة فأنت النهاردة عندك معكم الإحترام للموجودين كل اللي موجودين في الأهل بيسد ولكن أنت النهاردة دايماً حط اللعيب في المنظومة الطبيعية وبعدين يحكم على ميكيسوني صح ولكن واضح أنه هو مصنف ميكيسوني أنه هو كلعيب بديل بديل ومش في كل المتشاط كمان ده فيه متشاط تبقى الأهل ماحتاج ينزل فيها لعيب ما بيلجأش لميكيسوني خالص ولكن هو أنت مش قادر تكون عنه قناعة لغاية دلوقتي هو مميز في إيه هو بيتحرك إزاي ولكن هو لازم يلعب في 4-2-3-1 هو برضو زي أفشة يعني مش بيمشي أو في 4-3-3 ولكن عندما بيلعب في 4-2-3-1 بتليه بيتحرك على أطراف بيتحرك يمين شمال ودايماً مع الجناح الثاني بيعملوا السويتشات طول الوقت بيكيسوني لعب كرة زي دي بس اتعمل لها بلوك ضعيفة في الشوت الأول من ناحية اليمين بيمينه ورجع حطها بشماله الراجل بيقدر يلعب يمين شمال بيقدر يتحرك كويس جداً ولكن لسه أنا كأسلام فعلاً مش قادر عن أكمل القناعة الكاملة إن الراجل ده يعني هو صفقة ناكحة للأهل بكل المقيس ولا لا ولكن هو النهاردة كل مرة بيقدم بصمة ولو خفيفة حتى في شكل جمالي في الجول بس هو محتاج ياخد فرصة أكتر محتاج يبان أكتر كمان في مطشاط في وسط تشكيل الأهل الأساسي طيب فيه سؤال هو السؤال العريض عند جمالية نادي الأهل الأهل بيكسب وأنا قلت إن دي ميزة إنك بتقدم مستوى جيد أو متقدمش مستوى جيد وتعرف تكسب ده نجاح كبير جداً المدرب واللعبين بس أداء الأهل محير المستوى محير يعني ما تقدرش تقول إيه مع النتائج العظيمة اللي الأهل بيعملها في البطولة الأفريقية أو الدولي دلوقتي إنه الأهل بيعمل كورة جميلة أو كورة عملياً عظيمة ليه المشكلة إيه مشكلة عاش تقدر توصل لمرحلة النتائج الجيدة اللي بيعملها الأهل فعلاً والأداء الجيد كمان بص أنا شايف إن الأهل عنده سكواد كبير ولكن فعلاً فيه جزء كبير جداً من لعبة النادي الأهل مرهقة وتعبنة جداً فكان طبيعي أنا شايف إن المسلماني قراره إنه يعمل روتيشن في المطش ده قرار إلى حد كبير ده ده حديداً علي معلول صائب علي معلول كان يسحب علي خلاص بك فاية علي معلول خلاص مش قادر خلي بالك إن علي معلول زيه إذا لعبت نادي الأهل في المنتخب لما الدوري بيقف وبيلعب مع منتخب تونس ده مش بس كده ده علي معلول حتى في الموبارات اللي كان بيحسن فيها روتيشن في الدوري للأهل كان أول وحيد اللي ما بيطلعش بطلع الحقيقة ودي نقطة تقول إيه إن كريم فؤاد لعيب بيكتهت كتير جداً أنا ما بيلعب باكلفت محمود وحيد لعيب بيكتهت كتير جداً ولكن دايماً بتحس إن الفرق ما بين كواليتي علي معلول مع كامل الإحترام الأتنين كبير فعشان كده علي معلول مش من اللعيبة اللي سهل يتعملوا روتيشن في الأهل ولكن واضح نقص تنزف بدنياً أنا بشوف إن أهلي محتاج يوصل تاني لتثبيت طريقة اللعب أنا دايماً بحس إن طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي واللغبطة اللي حصلت من أول سيزن لغاية دلوقتي دي أحد الأسباب المهمة جداً 3-4-3-4-3-3-4-2-3-1 كل شوية تغيير في طريقة اللعب 4-4-2 أحياناً 4-4-2 أحياناً مثلاً ماتشان داونزل تاني اللي لجاء اللي كده عشان عايز تعدل في النتيجة ولكن في الآخر أنت لازم يكون عندك باترن ثابت صح آه حلو إن أنا النهاردة يكون عندي من المرونة إن بحتاج في وقت ملوقات إن أنا رجع حمدي فاتحي في أقلابة 3-4-3 لأ أنا حلع ب4-2-3-1 عشان عايز أهاجم ولكن ما ينفعش كل ماتش أنت بتحس كده الأول بدأت بأربعة 3-4-3 كتير وكان الأهلي في الفترة دي من أحسن ماتشات الأهلي في السيزن دا لو تفتك في بداية الدوري بعدين 4-3-3 على فترات ماتشات معينة ومنهم ماتش مثلاً سان داونز اللي في القاهرة اللي الأهلي عمل فيه ماتش كويس جداً في دوري المجموعات وبعدين 4-2-3-1 وسابت 4-2-3-1 صحيح فبالتالي أنت عندك عناصر هل هو بيعمل كده عشان عايز أستفيد من أفشا عايز أستفيد من عبدالقادر عايز أستفيد من اللعيبة دي كلها تكون تحت محمد شريف عايز بس قبل ما أروح للختم أسألك على كريم فؤاد كريم فؤاد المباراة التانية على التوالي بيقدم مستوى جيد مع النادي الأهلي دفاعياً وهجومياً راية كيف أداءه كريم كريم لعيب روميسين جداً لعيب كويس الفكرة كلها بقى أنت لما تجيلك فرصة تمسك فيها أنا دي وجهة نظري يعني ودائماً إحنا بنخش في النقاش بتاع الباكرايت بتاع منتخب مصر بالضبط كده أنت النهاردة عندك فرصة كبيرة جداً أنا قلت كده النهاردة قلت إحنا أنا يعني إيه لا بتحسس الباكرايت الديني بقى باكرايت في مصر يلا يا كريم وكريم بقى باكرايت وكريم باكليفت كريم بيقدر يلعب الاتنين فكل بالك كريم بك شوية اجتهاد وتركيز ممكن يبقى بديل الأول لعلي معلول ويمكن يبقى هو الباكرايت الأهلي مندي الأهلي ولكن كريم بتحسن كتير جداً كان محتاج لثقة بتاعت المتشاط اللي فاتت دي عشان يبقى عارف أن أنا نهاردة ممكن يبقى ستاندينج وأنا ألعب لا لمحمد هاني لما يرجع من الإصابة أنا حقدر أكمبيت هو فعلاً في إمبي أو حتى مع النجوم كان يلعب الباكرايت دي بامتياز ويلعب كليفت باك بامتياز عنده مشكلة في الاتنين هي الفكرة كلها أنه هو عارف أجيبات المركز هو العيب حريف عنده ووركريت كويس دفاعياً بيعرف كمان يقف يا تمركز كويس ودي نقطة مهمة أنه ما بقاش باكليفت أو باكرايت وأنا مش عارف أنه وقف فيه مظبوط تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولي ممتاز بعد هذه المباراة منافسة كبيرة جداً على القمة تعالوا نشوف جدول الدولي الأهلي في الصدارة ب31 نقطة والزمالك في المركز الثاني ب28 نقطة وبنامز في المركز الثالث ب26 نقطة طبعاً فيه فرق مباراة للأهلي سموحة في المركز الرابع ب23 نقطة ثم فيوتشار في المركز الخامس ب19 نقطة ويلي البنك الآلي في المركز السادس ب18 نقطة وفي المركز السابع فاركو ب17 نقطة المصري في المركز الثامن ب16 نقطة إمبي في المركز التاسع ب15 نقطة وفي المركز العاشر سيرامية كيلو باترة فيه ب14 نقطة أيضاً في المركز الحضاشر الاتحاد اسكندرية بـ 14 نقطة بنفس الرصيد الجونة في المركز الـ 12 في المركز الـ 13 طبعا الجيش بـ 14 نقطة ثم غزل المحلة في المركز الـ 14 بـ 13 نقطة ومقار العرب في المركز الـ 15 بـ 11 نقطة أسترن كامبني في المركز الـ 16 بـ 10 نقاط وفي المركز قبل الأخير مصر المقصة بـ 9 نقاط والإسماعيلي أخيرا بـ 8 نقاط إسلام أنت شرفت ونورتك العادة دايما بس تمتع جدا جدا بتواجدك معي ربنا خليك يا كريمانا اللي بي مبسوط جدا معاك ودايما مبسوط هنا في رقم 10 عشكرك يا إسلام شكرا جزيلا دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على رب